بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الصلاة الصلاة عبادة تتضمن أقوالا وأفعالا مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي نوعان النوع الأول فريضة وهي التي تجب على كل مسلم بالغ عاقل غير حائض ونفساء ويؤمر بها الصبي لسبع سنين ويضرب عليها لعشر وهي خمس في اليوم والليلة صلاة الفجر وهي ركعتان والظهر وهي أربع ركعات والعصر وهي أربع ركعات والمغرب وهي ثلاث ركعات والعشاء وهي أربع ركعات النوع الثاني نافلة وهي التي لا تجب وإنما تستحب وهي كثيرة وتنقسم إلى قسمين أولا نوافل مطلقة وهي التي يصليها العبد متى شاء في الليل أو النهار في غير أوقات النهي ثانيا نوافل مقيدة وهي كل ما له زمن محدد أو سبب محدد ومنها سنن الرواتب فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين السلامًا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة